بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قبل قليل رأيت فيديو أحد الأخوة العراقيين ماسكنا لافتة أو قطعة يعني مكتوب فيها يا الكاظم خلصتنا من هزب الدعوة الحالي أمام قبر الإمام الكاظم والجواد في الكاظمية في الحقيقة استفزني هذا الكلام أولا يعني الإمام الكاظم شي يسوي لك شون يقدر يسوي لك مع الكاظم إذا تريد تدعو أحد فأدعو الله ليش شون تدعو المال الكاظم يعني شون يجي يجي يلغي حزب الدعوة ولا مثلا يسوي ثورة عليا يسوي لعب عسكري شون خلصك من الكاظم يعني هذه مشكلتنا احنا مشكلة عميقة في العراق بالحقيقة أنه ناسين الله سبحانه وتعالى وماخرين عباد الله نلجأ لهم ونتوسل بيهم وكل شي ما يسوينا أوهام في أوهام خرافات في خرافات وأساطير في أساطير عايشين عليها وبالتالي ولذلك تتراكم عندنا المشاكل من حيث لا نشعر ناس رحون للمرجعية يا مرجعية خلصينا من هذا النظام ما هي المرجعية دعم النظام هي المرجعية أم هذا النظام ماذا تصطف معكم أنتو كثوار أو كمعارضين وتجي تخرب هذا النظام وحتى الآن المرجعية حتى اليوم جمعة الغضب ولازم الحق يؤخذ ولا يعطى طيب وبعدين شنو شلون يعني المرجعية ما عندها بصراحة أقولكم المرجعية ما عندها رؤية للحل ما عند رأي الحل وهي لا تعرف جذر المشكلة اللي هو الاحتلال والهيمنة الأمريكية على العراق الهيمنة اللي هي يعني أمريكا تتلاعب بالانتخابات تزور وتلعب وتصعد وتنزد وتهدد وتوعد هذا وذاك حتى تجيب نظام مثل ما تريد يحقق رغباتها وأمانيها وطلباتها ويكون أداة طيعة في أيديها فما تريد هناك ديمقراطية حقيقة حقيقية تعبر عن ضمير الشعب العراقي وإلا الشعب العراقي الآن تقريبا بصورة عامة صار يدرك أن هذا النظام البرلماني نظام المحاصصة نظام فاشل ويريد مثلا يعمل تغيير في هذا النظام يجيب نظام رئاسي دال مرجعية بعدها مقتنعة ولا المهيمنين على النظام يقبلون بهذا الشيء ولكن إرادة الشعب العراقي لو استمرت سوف تفرض هذا التغيير يعني إحنا مو فقط نجي ننتقد الحكومة ما تجيب لنا ماء وما تجيب لنا كهرباء أو الحكومة فاشلة أو هذا واحد كاتب مقالة أيضا على حزب الدعوة حزب الدعوة يا الكاظم خلصنا من حزب الدعوة طيب ما حزب الدعوة قدم مجاهدين وشهداء وناس مؤمنين ضحوا بأنفسهم ومواكب من الشهداء قدم حزب الدعوة ولا حزاب الإسلامي الأخرى ولكن لماذا انقلب بعض أنا ما أقول كل انقلب كثيرا من الناس من مختلف الحزاب الإسلامي وليس من حزب الدعوة ومن مختلف حتى الأحزاب الأخرى غير الإسلامية عندما واحد يوصل للسلطة حزب البعث أيضا كان عنده شعارات جميلة وحدة الأمة العربية والحرية والاشتراكية يعني العدالة يقصد شعارات لطيفة وكل أحزاب دائما في كل مكان يرفعون شعارات جميلة وإلا كيف يسويقون أنفسهم وناس وأجيال تقتنع بهذه الشعارات وتضحي وتذهب المشانق وتستشهد في هذا الطريق ولكن عندما يردون قطفون الثمرة يجوا ناس آخرين جيل آخر نوعية أخرى من الناس وحتى الناس الطيبين حتى الناس المؤمنين حتى الناس الصالحين قد ينقلبوا على أعقابهم الفلاميما حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أو أي أخرى فإن قتلوا فإن ماتوا وقتلوا انقلبتم على أعقابكم وهذا ما حدث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم غرته الدنيا انقلب بدأ يبحث عن المال يبحث عن المناصب يبحث عن الزعامة ومستعد يقتل يسوي حروب يسوي فتن ويقترف ما يشاء حتى يصل للسلطة وحتى يحافظ على السلطة هاي طبيعة بشرية لن يستغرب اليوم حزب الدعوة يروح والأحزاب الإسلامية كلها تروح تجي أحزاب أخرى نفس المشكلة تحدث عندما يجون بالسلطة وماك واحد يعارضهم هنا لذلك نقول الديمقراطية مهمة وضرورية لبناء الدولة لبناء المجتمع الديمقراطية ماذا تعني لا تعني فقط صادق اقتراع يعني الديمقراطية يعني كل إنسان في البلد يشعر أنه مسؤول وأن هذا البلد بلدة وهو حريص وأمين على أموال الدولة الأموال العامة وعلى سير البلد سيرا صحيحا لذلك ينتقد يحاسب يراقب يتكلم يأمر بمعروف ينهى عن المنكر هناك حديث بالموضوع هذا إذا تركتم الأمر المعروف وأنه يعني المنكر يسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم الأمر المعروف وأنه يعني المنكر كيف يعني نطبق يعني هذه المظاهرات هي نوع من الأمر المعروف أنه يعني المنكر يعني يستنكرون المنكرات الحكومة فشل والسرقات والنهب واللعب والعجز هذا منكر ويأمرون بالمعروف يردون إصلاح ولكن في درجات وطبقات مرة واحد يغضب وينزل للشارع ويسيب ويلعن وشتي ويشتم وكذا ويشتم فلان وفلان طيب ما تنحل المشكلة هكذا يجب أن نفكر بعمق أكثر ومو نروح للكاظم يا كارون تعال تعال حدنا لمشكلة تعال أقضينا خلصت من حزب الدعوة يجب أن يقل وعمل كاظم فعلا شي مضحك يعني هذه اللغة العاجزين ولغة ما أعرف شنا سميهم روح فكر إذا أنت حتى عندك كنت أنت من حزب الدعوة وشبهت مقالة واحد واحد كاتبها وأخت كاتبتها وهي قد تكون تنتمي لحزب الدعوة سابقا أو من جيل أبناء الشهداء أيضا تقول كيف انقلب الناس طيب فكروا لماذا انقلب الناس لماذا لم يفوا لكم بوعودهم مثلا أنا ما أتكلم عن حزب الدعوة حقيقة ما عندي شغلة وياه يعني لا أمدح أولاد أذمة إنما أتكلم عن ظاهرة عن ظاهرة الإنقلاب وأنا جربتها قبل ما يجي حزب الدعوة للسلطة في ناس كثيرين في صفوف الحركة الدينية في الدولة في كل مكان الصراع على السلطة وأقرأ التاريخ أقرأ التاريخ الإسلامي الأول الصراع على السلطة ومشكلة الأمة الإسلامية الخالدة منذ أول يوم إلى اليوم إلى الآن الناس دائما هناك صراع هذا الصراع يولد استبداد يولد استلاع على الثروات تشوفوا أنتو الآن الأنظمة اللي حوالينا أيضا نفس الشي في ناس مسيطرين على الثروة مسيطرين على السلطة ومستعبدين الشعوب وما يخلون أحد يتكلم أو أحد يتنفس فإحنا أيضا ممكن ننساق أو نقع في هذه الهاوية هاوية الاستبداد وتجي حكومة حتى رجبنا مراجع صدقوني حتى لو جبنا علماء مراجع ولحاء الآن مو يقولون الناس يرجعون للمرجعية لو جبنا مراجع وحطناهم مسؤولين بالدولة إذا النظام ضعيف نظام محاصصة النظام الدستوري أهم شيء الإصلاح الدستوري إذا النظام ضعيف فراح هذا المرجع يفسد والآن أكون فساد بالمرجعية بصراحة أقول لكم شوفوا الآن الفلوس التي تجي للمرجعية شقدت تدخل الفلوس للناس للمرجعية كل مراجع ما يعني مرجع واحد كل مراجع تجيهم ملايين إذا لم نقل مليارات كل سنة طيب وشقدت تصرفون يقولون نصرف هلقد إحنا طيب بارك الله فيكم صرفتوا كم مليون بالسنة شوفوا إحنا ندعم الفقراء والأيتام والمساكين ونزع رواتب على الطلبة ونسوي أشياء كثيرة كل جميل طيب شقدت ندخلكم حتى نعرف الفارق بين الوارد والصادر ما يقولون ما مستعدين يكشفون عن أوراقهم لأنه بالنص أكو سرقا ونهب ولعب ولفلفة بصراحة أقول لكم طيب نفس الشيء المراجع والعلماء والرجال الدين إذا حطتوهم بالمسؤولية أكبر طيبهم هم عدوا مشوية مسؤولية الآن إذا حطتوهم مسؤولية أوليا بنفس البزارات والدوائر نفس الشيء هم الرجال نفس هؤلاء الرجال اللي كانوا اللي كنا نعتقد فيهم ونثق فيهم وناس يصلون سلعة الليل ومتدينين وكذا بن بره ويقوم يسرق وينهب ويقتل يمكن ويعتدي ويعتقل يعتقال ظالم أو يطري أوامر أطلاق نار على الناس الأبرياء يقتلهم على المتظاهرين كل شيء يمكن يصير إلا يكون الشعب حي وحاضر في ساحة وكل إنسان شوفوا الآن نسبة المشاركين بالمظاهرات ونسبة المهتمين بالحياة السياسية وبالواقع السياسي شوفوا أنتم لاحظوا أنتم سووا أحصاء سووا أحصاء ويسألوا شوفوا ناسي حواليكم كم مرأة وكم رجل وكم طالب وكم عامل وكم يعني موظف وكم شيء كم واحد مهتم بالعمل السياسي أنا أعتقد النسبة ما تتجاوز خمسة بالمية حسب ألمي والله وأعلم إن شاء الله النسبة ترتفع فإذا إذا ارتفعت النسبة إذا ارتفعت النسبة صارت مثلا أربعين خمسين بالمية كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يصير والله مع الصابرين بس إذا ناس كلش جهل وفقر وجوع وما يعرفون شنو وما عندهم فكر ما عندهم رؤية بالمستقبل رؤية للحل المهم هذا الأخ اللي واقف في الصحن وباب المام الكاظم أيها الكاظم يا الكاظم تعال حل لنا خلصنا من هذه الدعوة يروح شوي يفكر ليش صار هالشي هذا ليش افترض لو كان كلامك صحيح ونقدك صحيح هزب الدعوة موزين ليه صار موزين موزين الناس قبل ثلاثين أربعين سنة شقد راحوا منهم بالآلاف راحوا بالسجون وبالمعتقلات وبالتهجير وبالعدامات زين ليش صار هالشكل فكروا بهذه النقطة وحلوها خلوا أنظمة خلوا الناس موجودين يتابعون يراقبون يحاسبون يتكلمون هاي انترنت موجود هاي فيسبوك موجود لو كل واحد عنده صفحة وبجرعي يتكلم وكل ناس يخافون بصراحة قدم مصالح وعنده كذا يخاف يتكلم ويخاف أنه مثلا يأثر علي طبعا أنت ساهمت ساهمت أنت في إشاعة الفساد وتكريس الفساد في البلد إذا سكتت عن الحق وشفت أمامك باطل وشفت نفس أمامك ظلم وسكتت وطنشت معنات أنت سر الشريك طيب كم واحد كم نسبة الأراقيين اللي قدهم اهتمام في التغيير في الإصلاح لازم يفكرون وقعدوا مع بعض فكروا أنه شلون نحل المشكلة ليش صار بنا اللي صار لو ما كان حزب الدعوة حزب آخر نفس الشي كان يصير أنا متأكد مية بمية يعني النظام هو الذي يعني يفسد الإنسان النظام الدكتاتوري الحاكم مطلق مطلق اليد يتصرف كما يشاء ويفعل ما يشاء فالنظام يعني والناس كلهم ساكتين وماكوا أحد يتكلم طبعا النظام الدكتاتوري يفعل ما يشاء طيب هذا النظام اللي قدنا الآن اسمه نظام ديمقراطي اسمه نظام ديمقراطي بس الشعب بعده ما صار ديمقراطي الشعب ما صار ديمقراطي شعب لازم ديمقراطي يعني كل واحد يعني ما يسمح أي مخالفة يصير في البلد ويحاول يقاومها إذا واحده ما يقدر يجمع نفسه وأصدقائه وعائلته وجيرانه وكذا ويحلوا المشكلة ويقوموا بالأمر المعروف أنه على المنكر كل مسجد اللي قاعدين يصلون به مو فقط يقرون أدعية يصلون يقرون أدعية ويقرون قرآن ويرحمون لا لازم حلقة بالمسجد يقعدون يبحثون شنو أكو مشاكل في هاي المنطقة في المحلة في البلد بصورة عامة وكيف يمكن أن نسطح الأمور هكذا يمكن أنطور أنفسنا نطور ثقافتنا الديمقراطية نطور وعينا ومراكبتنا للحكام وبالتالي نصلح الأنظمة القوانين قانون الانتخابات القوانين الأخرى في البلد نغير هذا النظام إذا النظام شفناه مو صالح نغيره بعض الناس يقول لا هو هذا النظام أفضل النظام البرلماني أفضل من الرئاسي طيب دعونا نبحث دعونا نبحث دعونا نبحث الشعب كله يقعد يبحث يجي حل مشكلتك يعني شي يسوي لك حل مشكلتك سياسية حسنا هناك شرحون يقول شافينا وعافينا وحل ما أعرف عين توجعني وبطن توجعني يسوي طبيب المؤمن كاظم حتى يسوي لك المشاكل ما يقدر يسوي شي إذا تريد توجه إلى الله اخنص نيتك لله تعالى صف نيتك لله ويدعو الله بلك الله يرحمنا أيضا فيه شوية هاي تحتاج دعوة إلى الله ولكن هاي ناسين على الله وراحين على عبادة الله نتوسل بيهم وراحين على مثل ما رحنا على بوش جبناه حتى حل مشكلتنا يعني يعني كأنه خلص هذا حلال المشاكل والبعض أعتقد هو المهدي منتظر كان يقول هذا بوش هو المهدي منتظر يعني فعلا لازم شوية نغير عقليتنا وغير تفكيرنا حتى نقدر شوية نتقدم ونحل مشاكلنا أما هذا بقينا على الحالة واليوم رحين عليهم ونقاضم بكرة يحون على شريف مثل حسنة ما يتوسلون بيه مو بعيدة يعني أي قبر يطلع لهم تعالي يا أيها الميت الموهوم أحيانا ما يكون أحد أصلا بالقبر هذا تعال حلنا مشكلتنا شونا العقلية المتخلفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة